ما هي الضوابط التي لابد من مراعاتها للاستدلال بجملة أو مقطع من آية في سورة من سور القرآن الكريم ما هي الضوابط أنا بالأمس أعزائي أو في الأمس الدرسي مولانا في البحث السابق قلت بأنه من الكتب الجيدة في هذا المجال كتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل تأليف عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني هذا الكتاب من دار القلم دمشق لتفتولي جيدا هذا الكتاب أعزائي قلت أنه ذكر فيه في حدود ثمانمائة صفحة أعزائي ذكر حدود أربعين قاعدة القاعدة الأربعون هذه آخر قاعدة ذكرها في هذا المجال أهم خصوصيات هذا الكتاب أنا أشير إليها أهم خصوصيات هذا الكتاب أنه كل قاعدة في كل قاعدة أوردها ذكر عدة أمثلة لتطبيق القاعدة يعني مو فقط ذكر جنو ذكر القاعدة الآن في علم الأصول عموما نحن نذكر جنو نذكر القواعد وتطبيقها وأمثلتها أين موجودة موجودة في علم الفيق ولكن هنا جمع هذا الرجل بين علم أصول التفسير ونفس ماذا؟ ونفس التفسير كما أنه واحد يجمع فيه كتاب بين علم أصول الفيق وعلم ماذا؟ وعلم الفيق وهذا مفيد جداً واقعاً يعني الحالة التطبيقية للقواعد المشاري إليها جيد جداً التعريف بهذا الكتاب طبعاً أهمية هذا الكتاب أيضاً من جهة الجهة الأولى الجهة الثانية أنه حاول أن يفسر القرآن من أوله إلى آخره على أساس هذه القواعد الأربعين التي أشار إليها وهذا هو مهم جداً يعني واحد يكتب دورة علم أصول فقه وبعد ذلك يكتب ماذا؟ ها؟ دورة فقهية كاملة من أول الطهارة إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الديار ما يأخذ بعين الاعتبار القواعد التي نقحها في علم أصول الفقه وهذا فعله أعزائي في كتابه معارج التفكر ودقائق التدبر معارج التفكر ودقائق التدبر اللي هو يقول صريحاً تفسير تدبري للقرآن الكريم وفق منهج كتاب قواعد التدبر الأمثال نفس هذه القواعد التي أشار إليه والكتاب جد ضخم أعزائي يعني يقع فيه 11 ألف صفحة مولاً يعني إذا يريد يطبع بهذه الطبعات 450 صفحة حدود أكثر من عشرين خمسة وعشرين مجلد جداً ضخم الكتاب أعزائي وجداً مواسع في هذا المجال هذه من الخصوصية الثانية الخصوصية الثالثة أعزائي أنه حاول أن يفسر على شأن النزول لا على ما هو موجود أي في النط مصحف يعني من قبيل ما ذكرناه في التفسير الحديث لمحمد عزة دروز هناك أيضاً فعل في عشر مجلدات هذا المعنى أيضاً ما قام به أعزائي في تفسير القرآن الكريم عبد الجابري محمد عبد الجابري في مجلدات ثلاثة أعزائي أيضاً على أساس تفسيري ماذا؟ تفسيري شأن النزول السور ولكن توجد خصوصية أعزائي في هذا الكتاب أنا لم أجدها في مكان آخر وهذه مهمة جداً عادة لا يلتفت إليها أنا أذكر لكم مثالاً واحد أعزائي من يذكر الآيات من يذكر الآيات في الحواشي في حواشي كل آية إذا توجد هناك قراءات أخرى معروفة غير القراءة يذكرها وهذه لأول مرة أنا أجد أنه مفسر يقوم بهذا العمل يعني كاملاً في ذيل الآية مثلاً على سبيل المثال وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُّزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ جيد جداً السؤال المطروح هنا هذه لا يزلقونك التفتول جيداً هذه لا يزلقونك لو لا يزلقونك ياهو منه الموجود في المصاحف لا يزلقونك يزلقونك حسناً قرأتها ماذا؟ بالفتح يزلقونك لأنه توجد قراءة يقول قرأ نافع وأبو جعفر لا يزلقونك بفتح الياء من فعل زلق التفت وقرأ باقي القراءة العشرة لا يزلقونك بضم الياء من فعل أزلق فإذا طبقت عليها قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني معاني إذن أكون معناً جديد تريد أن تشير إليه الآية مثلاً هذه الآية عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها انظروا ماذا يقول يقول قرأ نافع وأبو عامر وأبو جعفر أن يبدلنا بفتح البائي وتشديد الدال من فعل بدلة وقرأ باقي القراءة العشرة أن يبدلنا من فعل أبدلة مبدلة وهذه كلها تؤثر على هذا ليس نقلاً بالمعنى عزيزي هذا النقل ماذا ها هاي الألفاظ التي نزلت على قلب الخاتم هذا ما نقدر نقوم بهذه الروايات لأنه في العام الأغلب الروايات منقولها بالألفاظ لا بالمعاني لا منقولها بالمعنى هذا لا يمكن تطبيق هذه القاعدة هذا يمكن تطبيقها أين هذا ملاناً لعله فتقراءة مشهورة ولكنه لا تنسجم مع الآية وقراءة غير مشهورة تنسجم مع ماذا مع الآية هذا يعطيك فتقدر واسع على فهم ماذا على فهم القرآن الكريم ولذا هذه من خصوصيات هذا التفسير هو أنه في كل آية إذا توجد فيها قراءات أخرى من القراءة العشر المشهورين أيضاً يشيروا هذا الكتاب أعزائي من الكتب الأساسية في هذا المجال أنا أعرف هذه الكتب لأنه جملة من الإخوة يجوني يقولوني سيدنا يعني كم سؤال يسألوني سيدنا أنت ماذا تطالع سيدنا كيف تطالع ما هي الكتب التي تطالعها نحن نريد نمشي في المسير اللي إن شاء الله آخر المطاف يحصل عندنا مقدار من العلم فأكو تجربة ناجحة أمامنا هذه التجربة نريد أن نعرف من أين بدأت وأين الآن وصلت الجواب أنا معرف هذه الكتب حتى الإخوة إن شاء الله يطالعوه جيد جداً